بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين أيها عزة المشاهدين نتعلم التلاوة عمليا مع فضلية الشيخ خالد وندرب اللسان ونتعرف على بعض الأحكام فضلية الشيخ خالد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد الآيات تدعون للاستعداد قبل أن نسير معها ما معنى هذه الجملة؟ معناها كيف نفهم هذه الآيات مما تلاه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى عمليا يعني إيه الكلام ده؟ أن أعيز أفهم المعنى عشان أعرف سيدنا ابتدى إزاي؟ بوقف إزاي؟ وعلى أي أساس هذا التأثير الذي كنا نسمعه من سيدنا ومن أمثاله وأمثالهم رحم الله الجميع تعالى كده عشان نفهم المعنى عشان نبتدي ونقف إزاي أولا يقول ربنا جل وعلا والخطاب للكل على حد سواء خلاص انتهى أمر المنا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة ومن النظير إلى آخره انتهت السورة وانتهت القصة وانتقل إلى الخطاب عام شامل للكل الخطاب موجه للكل على حد سواء أعيدوها مرة ثانية لماذا؟ اسمع كده لو أنزلنا هذا القرآن الذي نخاطبكم به يا من نسوا الله فنسيهم أو يا من آمنتم به فضيعوا بعض حقوقه أو ضيعوه فيما بينهم هذا القرآن وخلب لك كلمة هذا في اللغة العربية تدل على القريب يعني من أيدينا ميسور غير متكلف ذا كلمة هذا القرآن على جبل أشد شيء تراه العيون حسا ومعنا ماذا سيحدث لهذا الجبل إن نزل عليه القرآن وخوطب الجبل بهذا سيكون خائفا خاشعا من هذا الخوف من هذه الخشية تصدع وتشقق الجبل ثم بعد ذلك الله تعالى يقول نضرب هذا المثل وغيره وأتى بكلمة لعل لعل في اللغة العربية تفيد ثلاث أشياء أهم تغيب عن الذهن أنها تفيد أن الأمر الذي يرجوه الله منا ويطلبه منا واحد ميسور اتنين ممكن ثلاثة قريب نعم القرآن بين أيدينا ميسور وقريب والتفكر أمر ممكن كل هذه المعاني في كلمة لعلهم يتفكرون أدي لعل بعدها الإسم كلمة يتفكرون دي الخبر طيب ونقف على رأس الآية أقف على رأس الآية إذا ما سمعت من سيدنا أبدأ بكلام جديد يبرزه الحق تبارك وتعالى هو الله لفظ الجلالة بقول لشك شؤف لا ليه أورد بن عشور أن هذا الاسم جاء في هذه السورة بالضمير والصفات العلية بما يقرب لا قال على وجه التحديد أربعين مرة في هذه السورة تعالي أشوف بقى اللطيفة القادمة أن لفظ الجلالة بعينه الله ذكر في هذه السورة أربع وعشرين مرة وهذه السورة اتفاقا لاختلاف فيها آيها أو آياتها أربع وعشرين مرة وذكرت الضمائر والصفات العلية ستة عشر ستة عشرة مرة انتبه جيدا لمثل هذه الأشياء تفيدك في الخشوع في صلاتك هو الله الذي لا إله إلا هو اوعى ما تخدش النفس وتعمل كده هو الله الذي لا أو لا إله أو لا إله إلا خلي بالك هو الله الذي لا إله إلا هو وطبعا عرفت ان كلمة يتفكرون اللي في آخر الآن اللي قبليها دا الخبر بتاعلى على فهو عايحل لك وتقلد بعض اللي بيقرأ وتقول يتفكرون هو الله ما ينفعش خلي بالك خلاص هتقف تبدأ هو عالم الغيب والشهادة ووعى يحل ليك إنك تبدأ بعد ما تقف على هو الله الذي لا إله إلا هو أنا قلت على تقدير لما وقفت هبدأ هو عالم الغيب وحد دي فتكر خدته هو من لا إله إلا هو لا 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 دا هو دي متعلق بلا إله إلا هو إنما لما تقف إما أن تبدأ عالم الغيب والشهادة على إن عالم دي صفتاني للحق تبارك وتعالى أو على إنها خبر لمبتدى محذوف تقديره هو عالم الغيب والشهادة عشان بس ما تنساش وتقف وتأخذ النفس وتبدأ هو الرحمن الرحيم كده إنت سرت مع الآية استعدادا قبل أن تقرأ كالمستعد للسفر أو المستعد لدخول للصلاة آه دا مجلس قرآن تحفه الملائكة سريعا إلى الآيات بعد ما عرفتنا المعنى آه أظن كده أنت عرفت بعد ما تستعيذ بعد ما تبسمل أما تقرأ عرفتها تؤفني الجمل صح؟ أول جمل معايا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله نؤف وتبدأ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتؤف وتبدأ بعد أن أخذ النفس هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم طيب كده عرفنا هنقف إزاي ونقفل إزاي وفهمنا المعنى ده كده رقم واحد رقم اثنين كثير مننا يلتبس عليه أمر المد والغنان تعال بقى نطلعها كده ونشوف قبل أن نبدأ بالتجويد العلمي تعال أول مع العمل احنا خدنا العمل من إطار سيدنا لما وقف وابتدأ وقرأ وفهمنا عمل كده ليه تمام يلا بقى نشوف أماكن الغنى فين والتفخيم والترقيق والمد فين نلاحظ أن نزودنا التفخيم والترقيق يلا معايا لو أنزلنا أدي الغنى اللي معايا أنزى في النون القبل إزاي في إخفاء خلاص سمعت مني لم أنزلنا كويس جميل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل على جبل لرأيته خلي بلك شوف من بقى في إزاي مضطر كيف سكنت الحرف الأخير شفت لما أنا اضطرت الوقف عملت إيه الكلمة اللي وقفت عليها بدأت بيها على جبل لرأيته ما قلتش لرأيته لرأيته لسه بس في التجويد العلم هيجي بس أصبر شوية سمعك ونت بتقول لي دي ها خلينا بس في الأول كده في الأساس الأول طيب لرأيته خاشعا خدت بلك كده لرأيته عند الوصل في كده مد طبيعي اوعى تاكله عشان ما تقولش لرأيته خاشعا لا لرأيته خاشعا خدت بلك من الخاء وحرف المد اللي بعدها في اللفظ واضح وأمامك بعد الخاء كده ألف صغيرة إشارة شفت كلمة خاشعا عند الوقف عملت ايه بينت الألف في الآخر طبعا هاوصل مش هاقف هاوصل كده خاشعا متصدعا يبقى لما وصلت ما قولش خاشعا متصدعا لا خاشعا متصدعا طيب ده لضيق النفس ماشي أنا عايزة أوصل متصدعا من شفت قفت ازاي طيب هاوصل من خشية الله اوعى تغلط وتقول خاشعا متصدعا من خشية الله ليه قلت تغلط عشان مش دي الرواية بتاعت ده هو فيه كده فيه بس مش هنا مش في رواية حفص حفص هتقرأ ازاي صح في الرواية ديات من خشية الله طيب تنبهني ليه اصلي فيه غنة متوالية وكثير منه اللي لسه ما تدربش على يغني فين وما يغنيش فين فيسمع خاشعا ادي غنة متصدعا ادي غنة يجي عندي من خشية الله بدون مشعر يقوم ايه من خشية الله لا الغنة عندي خاشعا متصدعا من من خشية الله خلاص طيب ايه الجملة اللي بعد كده وتلك الأمثال ايه واعتقراها الأمثال بعد الثاء كده فيه ألف صغيرة زي ألف خاشعة خلي بالك ماشي وتلك الأمثال نضربها خلي بالك من الضاد واسمع صدق كويس واهم شيء رقم واحد في الضاد المخرج الأول ماشي الكلام كده نضربها للناس للناس شوف الغنة فين للناس لعلهم لعلهم يتفكرون خدت بالك شفت ازاي يبقى أنا في الأول بيننا صاحب النفس القوي بيعمل ايه والتلاوة دي الغنة المد التفخم والترقيق وصاحب النفس الضعيف ونقف على رأس الآية وهابدأ بقى لو أنا ضعيف النفس أوي هاعمل ازاي هو الله الذي الذي لا اله الذي لا اله هو الله الذي لا هو الله الذي لا اله ده وقف قبيح اوعى هو الله الذي لا اله إلا يبقى أنت كده وقعت في أشياء لا يصح الوقف عليها طب نفسي قصير أعمل ايه زي ما سمعت مني كده هو الله الذي وقعين أخذ نفس كويس الذي لا إله إلا هو وتوقف هنا كده وتبدأ عالم الغيب اوعى تقول عالم في بعد العيد ألف صغير خلي بالك ها زي خاشعة زي الأمثال ودي برضو كلمة عالم الغيبي عالم الغيبي والتشكيل اوعى تنسى وخلي بالك اوعى تقول الشهدة شهادة يبقى أنت عندك النهاردة كده كلمات عملية انتبه لها لا تقرأها املاء لا خلي بالك من الألف بعد الخاء من خاشعة خلي بالك من الألف بعد الثاء من كلمة الأمثال خلي بالك من الألف بعد الهاء من كلمة ها من قوله هذا لو أنزلنا هذا اوعى تنسى الكلمة دي خلي بالك من الألف بعد العين من عالم خلي بالك من الألف ودي كلها مدود طبيعية عشان ما تبترش اوعى تنسى خلي بالك من الهاء كذلك فيما بعدها الشهادة أما تقف هتبدل التاء المربوطة ها اوعى تقول الشهادة لا تكون تاء إلا عند الوصل بما بعدها بس احنا وقفين يبقى هنقف الصوت ايه الرأ مفخمة ماشي الكلام ده رقم واحد اتنين لسه البعض بيغلطوا يقول الرحمن لا انت هتخش على طول على الرأ هو الرحمن خلي بالك اني برضو معايا ألف بعد الميم موجودة صغيرة الرحمن الرحيم ليه بدبه عليهم لسه برضو بعض أبنائنا بحكم التعود في الكتاب والقراءة الجماعية فبيقرأ ازاي والرحمن الرحيم خطأ والرحمن أيوة الرحيم فخلي بالك ما تحطش ألف بعد الرأ وتشبع الفتحة خطأ يبقى ها هي الكلمات التي معنا عمليا عرفتي ليه بقولك انتبه الاستعاذة انتبه للبسملة انتجود البسملة وانتجود الاستعاذة القرآن لان جل الالفاظ في الاستعاذة والبسملة هي معنا في الآيات والحمد لله رب العالمين